والدي المتزوج ثلاث نسوة وأنا ابن المرأة الثانية والمرأة الأولى زوجة أبي أبناؤها رضعوا من امرأة عمي وأبناؤ امرأة عمي رضعوا من زوجة أبي الأولى وأنا متزوج من ابنة عمي ولي أولاد منها وزواجنا استمر 12 عاما حتى الآن فما أدري هل هذا الزواج صحيح أم لا علما بأنني لم أرضع من زوجة عمي ولا إخوتي من أمي لم نرضع كذلك أقيدونا أفاعدكم الله إذا كانت زوجتك التي هي ابنة عمي رضعة من احدى زوجات أبي فإنها تكون خلّك من الرضعة إذا كانت رضعة خمس رضعات فأكثر وفي حولين من احدى زوجات أبي فإنها تكون خلّك من الرضعة ودالتالي يحرم نكافك لها بقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضعة ما يحرم من الميلاد أو تحرم الرضعة ما تحرم الولادة وفي لفظ يحرم من الرضعة ما يحرم من النشف ولقوله تعالى لما لكر المحرمات من نكاح على تعالى وأخواتكم من الرضعة وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضعة أما إذا لم تكن هذه البنت رضعة من احدى زوجات أبي وإنما رضع أحد إخوانها أو أخواتها وهي لم ترضع فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله بشرط أن تكون عند أيضا لم ترضع من إحدى زوجات أبيها أو من أميها كلا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم